الناس تحتار بتناول الفيتامينات المعادن شنو تقول تقول اخذ الفيتامينات المعادن من اكل الله لان اكل الله كل شي في ولا اخذ مكملات ركز معي عشان تعرف متى تاخذ هذا و متى تاخذ هذا شوف اذا كانت عندك مشاكل بالمعدة بلمعاء لا الفيتامينات والمعادن كمكملات تستفيد منهم حتى بالاكل ما تستفيد منه واضح مثل شنو عندنا مشكلة اذا كانت عندك مشاكل بالمعدة يعني مثلا حمض معدتك مو قوي فيه تامينات ومعادن جسمك ما رح يستفيد منهم سواء من الاكل ومكملات يعني شلون ما يستفيد منهم الله سبحانه وتعالى حط عندنا حمض معده واضح قوي يكسر الحديد يكسر البروتين يكسر البوتاسيوم والمغنسيوم سواء من الاكل او من المكملات جسمك ما رح يستفيد منها ليش لان المعدة تحتاج حمض معده قوي عشان تكسر هذول هذا رغم واحد ا اثنين اذا كانت عندك مشاكل بلمعاء يعني شنو مشاكل بلمعاء الاكل او المكملات سنتظهم تدخلهم بالدم وبعدها تنشر حق الكبد والجسم كله اذا كانت عندك مشاكل باللمعاء جسمك ما رح يمتظهم انزين الحل حل شنو نسوي اذا كانت عندك مشاكل بالمعده يعني قوي حمض المعدة شلون تقوي بخلط تفاحل عضوي ملعقتين على كوب مياي متقط Working juive وتأكل هني راح تضمن الحديد وتضمن وايد فيتامناتو معادن انزين ولكن اذا عندك تغرحات لا تحتاج شي ثاني لازم تصلح تغرحاتك انزين قال التفاح حبوب ولا سائل ركز اذا كان عندك تغرحات بالمريء اخذ التابلت واضح اذا ما كان عندك اخذ الشراب واضح ننتخل حق الامعاء خذ قاعدة اي شخص عنده مشاكل بالمعدة على طول مشاكل بالامعاء ليش شنو قلنا الاكل مو مهضوم ما راح يتهظم لافيتامناتو معادن وان راح تنزل راح تنزل بالامعاء تقول اوه هذا الاكل مو متكسر انا ما اقدر اصرفه هني يصير الانتفاق ويقعد الاكل فترة طويلة شنو نسوي ونكمل الجزء الثاني عن موضوع مشاكل بالامعاء والمعدة شنو قلت بالجزء الاول اي شخص عنده مشاكل بالمعدة طبيعي يصير عنده مشاكل بالامعاء من الصعب جدا تحصل شخص والله عنده بس مشاكل بالامعاء لازم يكون عنده الاساس المعدة مو مضبوطة ليش حين احنا مناكل فيتامينات معادة ملا اكل او او كمكملات كلينها طب بابوين بالمعدة المعدة ما فيها حمب قوي فشو راح تسوي ما راح تكسر هذا فوين راح ينزلون راح ينزلون بالمعدة بالامعاء اقصد والامعاء تقول انا ما قدر امتصهم هني يصير الانتفاخ وتصير المشاكل كلها انزين لابنضبط الامعاء ثلاث شغلات تحفظهم شوف البوتاسيوم ضروري جدا لازم تزيد خضروات او تاخد تابلت كيفك بوتاسي مش يسوي هو اللي يسوي الحركة الدودية حق الامعاء عشان الفضلات والاشياء اللي خلاص الجسم ماي بيها يطردها حركة دودية والمغانسيوم السترات مو اي مغانسيوم ثاني السترات ليش لان احنا عندنا مشاكل بالامعاء فنبي شي سهل الامتصاص سريع الامتصاص شنو السترات شنو يسوي المغانسيوم يرخي الامعاء عندنا حركة دودية والامعاء مرتخية 100% نبي صابون الامعاء شنو يعني صابون الامعاء ناخذ املاح المرارة اي شخص عنده مشاكل بالمعدة مرارته ما تفر عساس تشري كل اللي تشوفونهم عندي حصوات بالمرارة عنده مشكلة بالمعدة قبل ناخذ املاح المرارة املاح المرارة شنو تسوي تكسر الدهون زائد تسوي الحركة الدودية ونشرب شاي عركسوس من مرة الى مرتين بعدها امورك تصير وايد افضل